ونناقش في هذه الحلقة أنقرة وموسكو تبحثان ملف الشمال السوري ما مصير العملية التركية شمالي سوريا دعوات دولية لحل أزمة الموانئة الأوكرانية هل تنجح أطراف الصراع بإنقاذ العالم من المجاعة قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أنه يجب تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية مشددا على أن أنقرة ستعمل على وحدة الأراضي السورية وستخرج كل من وصفهم بالإرهابيين منها من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف عن تفهمه للقلق التركي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترعى عدة تنظيمات في سوريا بشكل غير قانوني أما الولايات المتحدة فقد عبرت عن قلقها العميق بشأن نية تركيا شن عملية عسكرية شمالي سوريا داعية الأطراف إلى الحفاظ على مناطق وقف إطلاق النار القائمة حاليا هذا وتشهد مناطق في الشمال السوري أيضا حالة من الاستنفار العسكري من جميع الأطراف بعد الإعلان التركي عن قرب بدء عملية عسكرية على حدودها مع سوريا إذن هل يتوصل الطرفان إلى الصيغة تسمح لتركيا بمواصلة عملياتها في شمال سوريا وما هو موقف الولايات المتحدة من عملية عسكرية تهدد أمن حلفائها الأكراد المفاوضات بين روسيا وتركيا حول الأوضاع في سوريا صعبة دائما لأنها تقوم على خطوط تماس متعددة لمصالح متضاربة فروسيا وإن كانت تعتبر تركيا شريكا أمنيا في سوريا إلا أنها لا تريد تضحية بنفوذها الخاص في شمال سوريا كما لا تريد أن تؤدي العمليات التركية داخل الأراضي السورية إلى إضعاف سلطة دمشق على أجزاء إضافية من أراضي البلد ولكنها في الوقت نفسه لا تشعر بالرضا حيال التحالف بين قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة لأن ذلك يضعف نفوذها أيضا الرئيس أردوغان يريد إنشاء منطقة أمنية خضاعة لتركيا تمتد من تنرفعة إلى منبيج وكوباني وتكون قابلة للتوسع شرقا الولايات المتحدة لم تخفي اعتراضاتها على مساعي أردوغان ووجهت له عدة تحذيرات منها ما كان على لسان وزير الخارجية أنتني بلينكين فضلا عن متحدثين باسم البنتاجون التحذيرات قالت أن أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا سوف تهدد أمن العمليات ضد بقايا تنظيم داعش وهي العمليات التي تتصدرها قوات قصد ولكن أردوغان ظل يتمسك بعزم بلاده على مواصلة عملياتها العسكرية في شمال سوريا حتى ولو تراجعت تهديداته المتعلقة بالتقدم الفوري لإنشاء تلك المنطقة الآمنة إلى وقت لاحق قصد أظهرت الاستعداد لمواجهة الغزو التركي المحتمل وتوعدت بحرب طويلة الأمد وعرضت فوق ذلك أن تشارك مع القوات الحكومية السورية في الدفاع عن المنطقة التي يهددها أردوغان قبول دمشق لهذا العرض سوف يزيد من تداخلات خطوط التماس بين المصالح المختلفة ورفضها له سيكون نوعا من قبول التضحية بدفاع مشترك مع القوة التي تسيطر على الأرض ولعلها تراهن على قدرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لفصل الخطوط المتداخلة عن بعضها نبدأ هذا النقاش وتنضم إلينا من موسكو دكتور ثورية الفرى الأكاديمية والمختصة بالسياسة الروسية الخارجية ومن إسطنبول بكير أتجان مدير معهد إسطنبول للفكر أهلا ومرحبا بكم على شاشات الغد أبدأ معك دكتور ثورية أمس تركيا أبلغت روسيا بأنها سترد على أي تحركات لزعزعة الاستقرار في الشمال السوري بعدها انطلقت منورات جوية بين روسيا وسوريا في خضم هذه التهديدات التركية ثم لفروف اليوم في تركيا وهذا المؤتمر الصحفي وهذه التصريحات التي لربما أظهرت توافق بما يتعلق بالشمال السوري بين روسيا وتركيا ما الذي نفهمه بداية؟ مساءكي طيب بإذن الله أنت والمشاهدين الأعزاء والضيف الكريم بالتأكيد نحن استمعنا اليوم إلى تصريحات لفروف أو رأينا بأن الجانب الروسي نوعا ما هو يقدر القلق والخوف التركي طبعا هنا روسيا لا تستطيع إلا أن تكون في هذا التصريح أو في هذا المربع من تأييد أو تفهم القلق التركي لماذا؟ لأن الآن ما تقوم به روسيا من عمليةها العسكرية في أوكرانيا هو ذات بأنها هي تقلق من تواجد أو من انضمام أوكرانيا أو تواجد قوات ناتوية على الحدود الروسية يهدد أمنها القومية وبالتالي الآن أستطيع أن أقول لك وكأن كل من موسكو وأنقرة في ذات الكفة هما الآن لهذا روسيا قالت بأن نتفهم القلق التركي يجب على روسيا في هذه النقطة أن تؤيد نوعا ما ولكن هذا لا يعني بأن روسيا أعطت كما يقال الضوء الأخضر يعني أكبر دليل عندما تفضلت وذكرت بأن في الأمس نعلم بأن تركيا هي منذ تقريبا ما يقارب أكثر من أسبوع وهي تعلن النية حتى أكثر من أسبوع وهي تعلن حتى على لسان أردوغان بأنها ستقوم بعملية عسكرية هدفها تطهير التنظيمات الإرهابية والمقصود به بالتأكيد قصد الموجودة في الشمال السوري إذن هذا ليس بالجديد ولكن تركيا ماذا تفعل تركيا كما يقال هي تصطاد في الماء العكر يعني الآن هي تستغل فرصة انشغال روسيا في أوكرانيا الآن تحاول أيضا نعلم بأن أمريكا والدول الناتو تحاول بشكل أو بآخر إرضاء الجانب التركي من أجل ماذا من أجل الموافقة على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الناتو وكأن كل منهما يغض الطرف الآن وسأعود إليك في هذه النقطة إذا تم بالفعل تقديم هذه التنازلات من قبل واشنطن للجانب التركي للموافقة على انضمام فنلندا وسويد كيف يمكن أن يكون التوافق بين الجانبين الروسي والتركي دعيني أشرك معنا سيد بكير التجانة أرحب بك مجددا نعود لمسألة الشمال السوري كان اليوم على طاولة الحوار مسألة رغبة تركيا بتوسيع نفوذها إقامة هذه المنطقة الآمنة ربما هناك من يتحدث عن ضوء أخضر قامت روسيا بإعطائه إلى الجانب التركي ماذا عن واشنطن سيد بكير وهل تنتظر بالفعل تركيا هذا الضوء الأخضر من روسيا تحياتي لك ولضيفتك الكريمة أولا يجب الإشارة إلى نقطة هامة يعني تركيا أولا هذه للمرة الخامسة تقوم بهذه العمليات وليست المرة الأولى وللأسف الشديد لكل مرة الادعاء تقريبا نفسها لا تتغير يعني تريد الضوء الأخضر توافق بين روسيا وتركيا توافق بين تركيا والولايات المتحدة وتوافقات كثيرة يعني لابد الإشارة إلى نقطة طبيعي لابد أيضا استشارة مع هذه الدول ولكن يعني إذا قلنا بالاعتبار إلى الآن هذه العملية الخامسة فكل مرة يدعى بأنها كانت أصعب من المرة الأولى فإذا الدول تسعى إلى مصالحها بغض النظر إذا كانت هناك يعني توافق أم لم تكن توافق ثانيا يعني الولايات المتحدة لها مصلحة في حماية قسط ولكن في نفس الوقت سوف تستعمل هذه العصابة خلينا نقول في مناطق أخرى في الجنوب وأقصد لماذا في الجنوب لأن هناك اتفاق غير معلن بين قسط وإيران والولايات المتحدة ومن صالح الولايات المتحدة الآن أن تشون تركيا عملية في شرقي الفراط وفي غربي الفراط لكي تكون لها زريعة بأن هذه العصابات المرتزقة أنها سوف تترك هذه المناطق لأنها كما قال ترامب هل تعني بأن تركيا حراس البترول هل لأن المصالح مشتركة لا تنتظر تركيا أي تنصيق مع الجانب الروسي أو الجانب الأمريكي وإذا تحدثنا عن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص ألا تنتظر تركيا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه العمليات العسكرية يعني أنا أقول نعم لكن ليس الطرف واحد يعني أنتم الآن تقولون تركيا تنتظر الضوء الأخضر من روسيا تركيا تنتظر الضوء الأخضر من أمريكا تركيا تنتظر الضوء الأخضر من جهات أخرى وكأن هذه الدول تقود تركيا وتركيا ليست لها أي فاعل على الأرض إذن الكل ينتظر من الآخر هذا الدوء الأخضر يجب أن نقول والولايات المتحدة أيضا تنتظر الدوء الأخضر من تركيا لكي تفعل لأن لها مصلحة أيضا والروسيا أيضا تنتظر الدوء الأخضر من تركيا لأن الأمر يتعلق بأن أي عملية عسكرية تركية سيد بكير ستزعزع الاستقرار كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شرق الفرات وستعرض بالتأكيد القوات الأمريكية للخطر هناك إذا ما تمت هذه العملية العسكرية دون تنصيق دعني أشرك معنا دكتور سيدات العزيزة الولايات المتحدة دعني أشرك معنا دكتور ثورية دكتور ثورية بالفعل هناك من تحدث عن أن تركيا قدمت الثمن لهذا الضوء الأخضر من روسيا ولهذا التوافق على مسألة الشمال السوري بحيادها بعد انفرض عقوبات بل ربما بلاعب دور الوسيط فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية هل هذا هو الثمن برأيك؟ هنا المسألة ليست كما تفضلت وذكرت ثمن أو عدم ثمن يعني نعلم بأن الآن للأسف روسيا في وضع لا يسمح لها أن تكون فاعلة نعلم بأن تركيا منذ عام 2019 وهي تنادي بمنطقة آمنة وكان الرد الروسي ممانعة لماذا؟ أن روسيا كانت تقشى من أن تقوم أنقرة بزرع المنظمات الإرهابية التي ما تزال إلى الآن تحتويها تركيا أو تحتضنها تركيا مثل جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات الإرهابية وجميع الفصائل الإرهابية التي تم إخراجها من مناطق معينة مناطق السلات الأربعة وتوجيهها إلى إدلب لهذا قامت يومها روسيا بتقييد تلك الجماعات الإرهابية في منطقة الإدلب والتي كان يفترض العمل عليها فيما بعد ضمن خطة عسكرية روسية سوريا قادمة في سوريا ولكن جاءت العملية العسكرية في أوكرانيا فأجلت الآن القضية يعني بالنسبة إلى روسيا لنكن واضحين طبعا بالنسبة إلى روسيا الآن نعلم بأن هذه العملية العسكرية التركيا تقول بأن المقصود منها قصد روسيا هنا ترى بأن قصد هي مدعومة من الجانب الأمريكي وأمريكا نعلم بأنها في الأمس أرسلت تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة وكأنها تقول لتركيا إن قمت بالتوجه هذه المناطق ربما يكون هناك ربما يكون هناك طبعا لن تكون مواجهة مباشرة ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي ولكن تعزيزات أمريكية عسكرية إلى المناطق التي تتواجد فيها قصد لا شك بأن هذه رسالة أمريكية واضحة بالإضافة إلى التحذير الرسمي الذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكية وأيضا من الرئاسة الأمريكية الآن روسيا قد تلعب لعبة أخرى يعني هي الآن كما يقول روسيا الآن نعلم بأن السياسة الروسية في بعض الأحيان ليست مباشرة ليست واضحة وهذا يخدمها في الكثير من الواقع أو تكون لنقول زئبقية بحيث أن تريها ولكن لا تستطيعين أن تمسكين بها الآن من يحتاج الآخر حقيقة هي تركيا أكثر مما روسيا تحتاجها لماذا؟ الآن تركيا لها مصلحة كبيرة في مسألة تصدير الحبوب سأذكر لكي الآن تركيا لها مصلحة كبيرة في مسألة تصدير الحبوب هذه نقطة جدا هامة وخاصة بأن تركيا قامت تقريبا بالحصول على مميزات من الجانب الأوكراني بأنها ستحصل على تخفيضات ما يقارب 25% هذه نقطة إيجابية جدا ستقوم تركيا هي بتوزيع تلك الحبوب وتربح سيكون لها أرباح كبيرة جدا من هذه المسألة النقطة الثانية ستظهر بأنها دولة عظمى عندما تعرض هي الوساطة عندما تقوم بعرض وساطة ولكن دكتور سوريا ما تنتظر تركيا من واشنطن أكثر بكثير مما تنتظر من الجانب الروسي في هذه النقطة دعيني أتحول لسيد بكير سيد بكير إذا تحدثنا عن مسألة إدراج حماية الشعب على قوام الإرهاب والتي تعتبرها أنقرة امتداد للعمال الكردستاني إذا ما تم حل مسألة منظومة الصواريخ S400 إذا ما تم تقديم كافة الشروط التي تطلبها تركيا من الجانب الأمريكي كيف يمكن أن تتغير المعادلة وهل يمكن أن هذه الشروط تغير موقف تركيا من مسألة انضمام فنلندا والسويد للناتو هل يمكن أن تتغير فيما يتعلق بهذا التوافق مع الجانب الروسي دعيني أولا أشير إلى نقطة ذكرتها ضيفتك العزيزة قبل قليل عندما قالت مصلحة تركيا بالنسبة لأوكرانيا أوكرانيا الآن رفضت ولعلمكم رفضت الشروط التي وافقت عليها الطرف الروسي والطرف التركي قبل قليل يعني هناك رفض قاطع من أوكرانيا هذه نقطة إذن كما يدعى المصلحة لا توجد مصلحة لو كانت مصلحة أوكرانيا كانت عليها أن توافق الرافضة هي بينما الطرف الروسي موافق على هذه الشروط إذن الرابح هنا الروسيا وليست أوكرانيا دعيني المهم هذه نقطة ربما ليست الإجابة لسؤالك بالنسبة لسؤالك تركيا كانت وما زالت تقول بالنسبة للولايات المتحدة حزب البيكيك العمال الكردستاني وأخواتها وعلى رأسها قصة حزب الاتحاد الدموقراطي هم منظمات إرهابية معروفة وموضوعة في قائمة الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي وفي دول عديدة تركيا تشرط على الولايات المتحدة وعلى الدول كلها بما فيها السويد وفنلنديا بقطع علاقتها مع هذه المنظمات الإرهابية لأن الولايات المتحدة والسويد وفنلنديا وضعت حزب حتى قصد 2002 في قائمة الإرهاب هم وضعوها في قائمة الإرهاب ولكن للأسف الشديد هذه الدول هي التي تمولها بالأسلحة إذن تركيا تقول لا يعني S400 ولا ما شابه لا تهم وتهم تركيا تهم تركيا بالنسبة هذه المنظمات الإرهابية قطع علاقتها مع الولايات المتحدة ودول التي تريد الانضمام إلى الحذف الأطلس لأن من أهم مواد الحذف الأطلس الآن يدعون بأنهم سوف يحاربون الإرهاب بجميع أشكال المادة الخامسة واضحة إذن إذا كانوا يحاربون الإرهاب هم يمولون الإرهاب بالمال والسلاح وعلى رأس حزب العمال الكردستاني وشقيقاتها قصد وما شابه ذلك إذن تركيا لا توجد عندها اليوم صرحة عفوا وزير الخارجي عفوا عزيزتي وزير الخارجي اليوم صرحة وربما لأهداف أخرى للجانب التركي لم يعلن عنها لماذا تكون زراعي لو يتركوا السلاحة تركيا عرضت مرات عديدة لقتل هذه الأسلحة وعلى السعادة بأن تقبل شروط ما يملأ عليها ولكن ليس بالقتل والإرهاب والتشريط دكتور ثورية هناك من يرى أن أنقرة اليوم وفي هذه الفترة تحديدا تحاول أن تلعب بالورقة الروسية لتلوح بها في وجه الغرب للضغط عليهم لتنفيذ كافة شروطها إذا تحدثنا عن الشريط الحدودي في الشمال السوري هذه المنطقة الآمنة منظومة الصواريخ S-400 وملفات أخرى متشابكة على ماذا تراهن روسيا وهي تعلم هذه المعطيات روسيا هنا لا تراهن هي تعلم بأن تركيا الآن كما ذكرت لك بأنها تصطاد في الماء العكر ولكن الآن على روسيا أن تكسب عدد أكبر من الدول يكون مع الجانب الروسي على أن لا يكون ضد الجانب الروسي وخاصة في ضر العقوبات يعني كما يقال بالعامية لكل وقت أذان الآن على روسيا أن تسير الوضع ولكن هذا لا يعني بأن روسيا قد أعطت الضوء الأخضر ربما روسيا قد تقوم بالطلب من مجموعة قصد بتسليم تلك المناطق لهذا يعني الطلب الكردي أو جماعة قصد عندما طلبوا تدخل الحكومة السورية ربما هذا لم يأتي وأنا أعتقد وبعض الخبار يعتقدون بأن هذا لم يأتي من فراغ ربما كانت هناك تفاهمات بالسرية ما بين كل من الجانب الكردي والروسي على تسليم تلك المناطق للجيش السوري عندها لن تكون هناك ذريعة لتركيا لتدخل وتقدم العديد من الأراضي السورية تحت حجة محاربة الإرهاب يعني فقط أيضا ضعيني فقط لو سمحتي أوجه سؤال لضيفك السيد باكير يعني الآن تركيا تقوم بالعملية الخامسة العسكرية في سوريا بحجة محاربة الإرهاب لماذا هي تحتوي أو تحتضن عناصر إرهابية من ضمنها جفهة النصرة وتنظيم تحرير الشام والذي متفق عليه دوليا بأن تلك التنظيمات الإرهابية مدرجة على قائمة الإرهاب يعني لماذا هنا تركيا تكيل بمكيالين لماذا هي تدخل لتحارب الإرهاب وفي ذات الوقت هي تحتضن الإرهاب في مناطق إدلم ونعلم بأن جفه التحرير الشام هي من جفهة تنظيمات والنصرة نقطة في غاية الأهمية دكتور ثوريا سيد بكير في هذه الإشارة بأن تركيا تكيل بمكيالين يعني هي تحاول أن تقول بأنها تريد أن تحارب الإرهاب في الشمال السوري وتحاول أن تحافظ على أمنها القومي وهي تحتضن جماعات محسوبة على منظمات إرهابية ما رأيك؟ يعني أولا تركيا هذه الجماعات موضوعة منذ 2013 في قائمة الإرهاب في تركيا وأي شخص يدخل إلى تركيا من هذه المنظمات يقبط عليه فورا ثانيا هؤلاء مواطنين سوريين بامتياز تركيا تطلب من حزب العمال التي قبضت عليها قبل أمس هي تركيا الجنسية الآن للأسف الشديد النظام السوري تعطي جنسيات لهؤلاء الذين يحملون الجنسية تركيا في داخل أراضيها تعطيهم الإخراج قيد وإذا أرادت أن أرسل لها الآن على الواتساب الإخراج قيد التي معطى لهؤلاء الإرهابيين وهم يحملون الجنسية تركيا تركيا تطارد مواطنيها الإرهابيين ولا تطارد السوريين بينما هؤلاء للأسف الشديد هؤلاء سوريين هذه المنظمات داخل سوريا وسوريين ومحاربتهم من طرف سوريا وليس من طرف تركيا يجب أن يحاربوا من طرف النظام لا يخفى على أحد دعم وتمويل تركيا في الفترة الماضية وربما تورطت بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار في بعض الدول دعنا ننتقل إلى النقطة الثالية سيد بكير ليس هذا هو محور الموضوع سيد بكير ربما هناك ازدواجية في المعايير التي تهمت بها تركيا من قبل ولكن الآن ونحن نتحدث عن موقف تركيا اليوم تغير سيد بكير موقف تركيا اليوم تغير لأنك لا تعطي لحق الرد وتقاطع عدة مرات عندما أريد الجواب للعسف الشديد أنت الآن تعملين موزنواجية أكثر من سيد بكير سيد بكير تركيا اليوم في موقف يتيح لها التفاوض مع الجانب الروسي ومع الجانب الأمريكي ولكن تقاطينا لن تسمحني بأن أكمل الجملة حتى طيب سيد بكير ليس هذه النقطة الأساسية هذا كان سؤال موجه من دكتور ثوريا ليس مني أنا الآن أتحدث عن هذه المسألة التي تتعلق بالشماع السوري والشروط التي تريدها لا نعرف أنت تدير الحلقة ولا هي التي تدير الحلقة طيب دكتور ثوريا يعني سيد بكير أنت تقول كلام ربما أنا لا أسمح به دعني أتحول لدكتور ثوريا دكتور ثوريا لك الحق في التعليق على حديث سيد بكير ولكن في الإشارة إلى موقف تركيا اليوم وهي لها كافة الحرية والموقف القوي للتفاوض ما بين الجانب الروسي وبين الجانب الأمريكي أيضا كيف يمكن أن تخلق هذا التوازن برأيك روسيا كما ذكرت لك هي تحاول أن تهدث الأمور فقط يعني تنتظر روسيا دائما لديها سياسة الانتظار هي الآن يعني كما قلت لك لن تعطي الضوء الأخضر لا يمكن روسيا أن تسمح بشكل مباشر لتركيا بأن تقوم بشأن عملية عسكرية وهي تعلم إلى ماذا تهدف تركيا من هذه الأعمال العسكرية نعلم هي ماذا تريد هي دائما وخاصة في الفترة هذه الآن أردوغان نعلم الانتخابات قادمة الآن أردوغان لديه مشكلة في الداخل مسألة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والذين بلغوا الآن ما يقارب يعني 3 ملايين و500 ألف يعني يكادوا أن يصلوا إلى تقريبا أربع ملايين شخص هؤلاء يشكلون عبء بالنسبة إلى أردوغان وحزبه الحاكم ورأينا بالنتائج الانتخابات الأخيرة بالبلديات لم تكن لصالح حزب أردوغان على العكس كانت لصالح الأحزاب المعارضة وبالتالي هذا كله سيؤثر على ميزان أردوغان الذي يسعى إلى سنوات حكم مديدة بحيث يبقى هو في الحكم هو ما يرده الآن بالنسبة إلى روسيا قلت لك ربما يكون هذا التفاهم الكردي طلب الأكراد من الجيش السوري بالتدقل في الأمس كانت هناك طلعات للقوات الجوية السورية الروسية تم إصابة الهداف من خلالها ربما هذا كان هناك في السر ربما نوع من الاتفاق أو إرسال إشارات إلى الجانب الكردي ليقوموا بتسليم تلك المناطق إلى الجانب السوري أو يكون هناك تعاون سوري كردي دكتور ثورية إذا ما كانت تركيا بالفعل تحاول أن ترسل هذه الإشارات للجانب الأمريكي للضغط عليه لتنفيذ كافة مطالب التركية هل برأيك يمكن أن تلتقط واشنطن هذه الإشارات وتنفذ كل ما تطلبه تركيا فقط لكي توافق على انضمام فنلندا والسويد للناتو واشنطن لأكون واضحة معك واشنطن بالتأكيد إن قامت تركيا بهذه العملية في الشمال السوري واشنطن ستخسر أهم حلفائها وهم بتأكيد جماعة قصد هي أمريكا متواجدة من خلال هذه الجماعة ولكن نعلم بأن أمريكا لديها سياسة الأوراق المحروقة أو الجوكر يعني هي تستطيع تلعب البوكر مع الشعوب يعني هي تستطيع أن ترمي الورقة الكردية من دون أي مشاكل يعني المهم هي في النهاية أن تورط الجانب الروسي يعني هي في هذه النقطة ربما ستسعى أمريكا إلى إطالة أمد مواجهة عسكرية ما بين كل من الجانب التركي والجانب الأمريكي علما بأن روسيا نعلم في الاتفاقيات السابقة التي كانت قد عقدت ما بين الجانب الروسي والتركي والإيراني ضمنت روسيا يومها بأن مجموعات قصد لا تقوم بمهاجمة الجانب التركي ووقع الجانب التركي على هذه الاتفاقيات ومن يومها كانت وطلب أيضا يومها تفتح أبطريق المؤدية ما بين حلب واللاذقية والذي إلى الآن تركيا لم تقم بالالتزام به يعني روسيا من يومها ضمنت بأن لن يتم أي توجيه اعتداءات عسكرية من جانب قصد ضد الجانب التركي وكان ذلك فعلا يعني إلى اليوم لم نرى عملية عسكرية كردية خرجت من الأراضي السورية تفضلي في المحصلة سيد بكير وبكل هذه التطورات والمؤشرات أيضا إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن عملية عسكرية تركية قريبا ما مصير هذه العملية في الشمال السوري بهذه المعطيات وبالنظر لمواقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني كما هو معروف إلى الآن هذه سوف تكون إذا حصلت العملية الخامسة والعملية الخامسة أو الأربع العمليات التي تمت تمت بموافقة روسيا بموافقة الولايات المتحدة وهذه العملية سوف تتم خلال الساعات القادمة وسوف تتم بموافقة الروسيا والولايات المتحدة أيضا كما كانت سابقا لذلك لا بد منها لأن تركيا تدخل على هذه المناطق بناء على اتفاقيات إن كانت مع النظام السوري مسبقا وهذه 30 كيلومتر معروفة عليها بناء على اتفاقات أدنى والتي جددت مرة أخرى في 2011 قبل قيام السورة في سوريا وثانيا بناء على قرارات الأمم المتحدة المادة 51 واضحة من حق تركيا لحماية أمنها القوم أن تدخل وتطارد الإرهابيين أينما وجدوا وهذه المادة معروفة جدا وإذنك تركيا من حقها الطبيعي بين موسكو وواشنطن سيد بكير في عجلة أيهما أهم على مستوى العلاقات مع تركيا بالنسبة لتركيا يعني واضح جدا هي علاقة التوازن مع الدول المنطقة كلها أولا تركيا دولة جارة وقريبة لنا عفوا روسيا ولنا علاقات جيدة جدا معها وبالنسبة للولايات المتحدة نحن في نفس الحلف ولنا علاقات تاريخية ومهمة جدا يعني الاسنين بالنسبة لتركيا مهمين ولا نريد أن نتخلم من أي واحدة منهما لذلك إذا لحظتم إلى الآن تركيا تريد أن تكون علاقة التوازن معها ومع الاسنين علاقات جيدة جدا وسوف تستمر على هذا الشكل نعم سيد بكير تجان مدير معهد اسطنبول للفكر كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك من موسكو دكتور ثورية الفرى الأكاديمية والمختصة بالسياسة الروسية الخارجية شكرا جزيلا لكم وراء الحدث متواصل معكم من استوديو الغد في لندن ونناقش فيه بعد الفاصل دعوات دولية لحل أزمة الموانئ الأوكرانية موسيقى